اشتركوا في القناة متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليه انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاه انا مدمناك ما اني عرف انك طريق اخره صراب لانا ادرى من حبك اخف ولانا ادرى من حبك اخف ولانا ادرى من حبك اخف ولانا ادرى من حبك اخف ولا ادرى من حبك اخف انت الان ادرى من حبك top ومن حبك أخف ولا أدى أعراض لانسحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لا يا عزيز مش هينفع إحنا طبعاً أهل وما فيش بنا تكليف وبيتكم بيتنا بس لازم نمشي بالأصول والأصول إنك تتفضل هنا عندنا لحد ما نعمل خطوبة رسمية وساعتها هنيجى عندكم البيت براحتنا الفلوس دي نقصة 3 دنيا أيوة ما هو ده كل اللي معي هادر وقت ما اختلفناش بس اللي معك ده أقل من ببلغ الاتفاق اللي عليك حاضر هجب لك بقية الفلوس وأنا جاي هستيلم الباسبور باتفاق بس هتتفعل زيادة خمسة جميع على الاتفاق حاضر جمعتين هستيلم جمعتين وهنا تقابل هي هيكون خلصان هي هبلغك هيكون خلصان أمتن هدية صغيرة عشان مشكرك مش كفاية الفلوس اللي حاضرتها كددت هيني تكده كثير قوي عليها صداييني تستهلي أكتر من كده تقايف شو أحسن شعال الضعب اللي حصل وثاني شيء أنه نادا تعوضتنا يمبايد عنه تعالي يا ماريك حماتك متحبك أنا مش كوية زيك يا صوفية كلما الوقت بيعدي بخايف على أن هيجي أكتر لو كان قرر الله حقيقا زمان عرفنا تسألنيش أنا متأكدة كده السي هيتبري قلب الأم تسألنيش 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 وحشتوني وأنتي كمان ما البطلتو تيجو عندي ليه من بدا أخر مرة هبشت في قاني أظن بقى صعب يا أرتين أنت عارف كويس أنا في إيه لكن قاني بتعملني كأني ست مجنونة وأنت كمان يا أرتين قودي بس لا مش هاعد لو أنت كمان شايت أن أنا أنانية ومضيعة بنتك وراي قودي بس قودي أنت أكتر واحدة عارفة يعني إيه قال الأم على ولادها أنا زيك بالزبط الآن ألا ماريكا مني؟ لا من الزمن أو من نفسها ماريكا عائلة صغيرة ونينو أول خب في حياتها طب ما نينو بيحبها كمان لكن إفريدي نينو إفريدي رجع ومش هاسس بيها زي زمان ما أخو أكيد يا صفية بعد ما عدت بينا ما باش ناقي إليه نعرفينه تحارب يا صفية تايا يا قاني ما بقيتش بتحبي قهوتي خلاص بعد ما كان يومك ما بيبدأ شغل بيها قمنا جبتلك المحل كله لحد عندك هنا تعال يا بنت هنا وحشتيني تا ممك وغدار أنت إيه قليلت الأصل ونتسأليش على صفية لأن الدنيا جاي علينا كفاية ما لنش نبقى إحنا وهي على بعض هتوزي مني أي حاجة تانية قبل ما أمشي تمشي إيه إنتي وش هسألي على ما هي دا أنتي موظفة لقطة وأنا اشتغلت الشهر كله عشان أسأل على ما هي أنتي هتوحي مني فين اتطميني عشان غالك بيه ومزيادة امسكي أحب دايماً أول مرتب يبقى كامل عشان تهازي ترهي شكراً يا صفية ربنا يخليكي لانف ربنا يخليكي لانف là شرفت هنا يا هانا أهلاً وسهلاً أصلي مامة نبيلة اللي رحمها علمتها كل حاجة طلعتها ست بيت تحب تعمل كل حاجة بنفسها سكر حضرتك إيه طن نعلقة واحدة حبيبتي بلك أنت يا دولة هانا أنا جبت عرسان كتير وقليل الأنسة نبيلة بس هي مش أي حاجة تعجبها هدى ليدة تسلم إيدك حبيبتي قبل ما نشربه في بيتك يا حبيبتي ما تتابيش نفسك يا عروس أنا هاخد بيت الشاي بتاعتك نفسي وانت يا نبيلة فين فين جالك لا أنا بخاف الشاي يصهرني أنا مي بادري أه علشان بحب أصحى بادري يا فطر بابا واشوفه قبل ما يروح الشغل وقبل الأوتل باباكي كان بيعمل إيه سندية تنت معرفش أنا وعيت على بابا عنده الأوتل هو بتاعه ولا ورسه عن أهله بتاعه طبعا صدقي بيه اللي بناب نفسه وليه في شرك لا للأسف للأسف ليه علشان هو لشاي اللي حملة كله الواحد فيش حد يشيل معاه واضح انك متعلقة قوي بباباكي قوي طبعا البنت دايما لأبوها وهي حبيبتي حتى ما عندهش أخواني بكرة أخوات جزها يبقى أخواتها طبعا عن إذنك البيت بيتك يا لطيفة الله يحبك مبروك يا قبلة خايفة ليكون زوائي هو اللي مش قد المقام ده أنا كلي على بعدي مش قد المقام لكن صدقي بيه شريكي على حالي حسن هو مستني أن أنا أضغير أضغير وأبقى شباههم وأنا مش عارف أضغير حتى لو حاولت والله ما عارف ما اللي شباههم موجودين حاوليه في كل حد يبقى هيسيبهم كلهم ويجي ياخدك أنت ويعوز يغيرك هي الناس اللي بتختار تحب حد وبعدين تقعد تبكت فيه على اختياراته وتحاول تغير فيه ما من الأول يعني اختار حد شبهنا يا إما اللي مش شبهنا تسيبه في حاله إنما إنك تحب حد وتبقى مش قادر توافق عليه ده يبقى جنان يا بيت اختشي يا بيت ما تجبيش سريت سي صدقي كده حوش حوش يا سي صدقي يا بيت بس يا بيت ما تكسفنيش سي صدقي بموت في انتحكيتك يا بيت الله أنا قلت هاجة لقيكم مطلعين عشر فساتين ألاقيكم تتسمروا هي الفساتين حطيري يا لطيفة ما موجودة هي هنختار دلوقتي تعالوا اللي قبلوا لا لا اللي قبلوا اللي قبلوا هو ده لا شفتش حلو قوي صحيح ما كانش له اللازمة يا نظيرة كل ده انت بتحسبينه أغرب وحياتك مش أنا يا مجدة دخلها اللي قال صار لازم يجي لها الحلو كله في يوم زي ده يجعله يوم فرح يا رب فرح لينا كلنا انتوا عشرة عمر وحتبوا أهلي بإذن الله والأهل مفيش بينهم كسوف ضروري نتفق على كل حاجة اللي لينا واللي علينا عشان نبقى على بينا من الأول كلام موزون وحضراتكم إن كان ليكم أي طلبات معينة قلوهنة وإحنا هننفذ اللي نقدر عليه كله بالزابط اللي نقدر عليه انتوا بتفكروا تماموا الجوازة إنتا لما تبقوا جاهزين إحنا جاهزين من كله البيت موجود والعريس مستني عرصته أنهي بيت بيتي اللي بتجيلي فيه تمالي هو أنت تايها عنه يا نزيرة ولا إيه؟ هم هيعيشوا معكي؟ أمال حيسيب بيت الناس بيتحفى عشان تطول نصه ويروح يشتري ولا يأجر في حتة تانية فعلاً عمرنا ما هنلاقي زي البيت ده أيوة بس ما تأخذونيش يا مكدة دي أول جوازة ليها وهي لا أرمالة ولا مطلقة علشان تدخل على العفش قديم لا طبعاً وأنا ما يردنيش نجدد لهم قدة عزيز وماله وكده كده ما انتوا هتاخدوا معها فشوفوا اللي تقيموا بنتكم بيه وفرشوا لها الحلو كله وأنا متأكدة إنها مش هتبقى أقل من مستوى وزوء البيت عندي وممكن أن ننزل نتفرج على قوضة إنهم بعد ما نقل شك طب مش لما نخلص من حاجة حاجة الأول عايزة نخلص من إيه تاني القوضة وسبتوك وتجيبوها على زوك طب وباقي البيت مال وباقي البيت لازموا تجديد علشان يستقبل عروسة ما إحنا أكيد هنعمل اللازم لازم إلا هنعمله بقول إيه يا عزيز اتفضل بعي في البلكونة ندخن سجارة ونكمل كلامنا ونعمل اللازم عزيز ما بيدخنش والاتفاق يكون هنا في وسطنا كلنا أحسن حس كده أسبكن تسبنا وتروح فين يا لطي مفيش اتفاق حيتم من غير رضاك انت خل البنت وفي مقام ولدها الله يرحمه لا أنا بقول إحنا اللي أسبكن تشوفوا وتفكروا عايزين إيه بالزبط ونبقى نتكلم بعدين سالة 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 مبارك كنت عند جليلة؟ او اصلا انا نسيت المفتاح فقلت عدي اخذه منها بدلا ما بدل اتسوح في الشوارعات والليل انا انا اسفة انا انا برغي واكيد اعطى لحضرتك حضرتك وتداخل تياتره لا خالص انا كنت عند الساعة دي باريوس بوين سايب ساعتي عنده بتتصلح ونسيتها خالص النهاردة خلصت الشغل وقلت عدي عليه صدفة حلوة مكتوب لنا انا اتقابل هنا عشان مشوفتك ايش الصبح انا قلت اكيد حضرتك مجهور فعشان كده مكنش عرفت اعزي علينا كان عندي عملية الصبح بادري وعدت على خير تحب اوصلك؟ لا املوش لزوم طالما حضرتك كان عندك عملية الصبح اكيد انت تعبن وعايز تنين وبعين بيني وبينك الجو حلوة او ممكن اتمشى يبقى خلاص اتمشى سوا لحد ما دقيلك هنتور مفضل عارفة انا زمان كنت بامشى من بيت قريبي في الحلمية لحد بيتنا في المونيرة من غير مساء اصلا كنت بصرف كل فلوس المواصلات اللي باخدها من اهلي في اللعب وبضطر لوح ماشى انا كمان كنت بخلص مصروفي من ماما اول لما بخلص كنت تفضل تقولي ان انت ايديكي بتاكل كثير ما فيها فلوس وما بترتحيش غير ما تفرتكيها كلها لحد اخر من الليل وكنت بصرفيها في ايه مستيكة ما والله كنت بشتري مستيكة واكلها واول لما سكرها هيخلص ارميها واكل غيرها مشورو صاير اوي خلص اسرع من المستيكة بتاعتك كان عندك حالة صدفة حلوة فعلا اسمع اللي خير وانت من قائل العرب يصدق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ليه يا حبيبتي تعملي كده تأكد انه ماما الله يرحمها لو كانت موجودة كانت هتبقى طايرة من الفرحة وهي شايفك عروسة ولما شافتك دلوقتي وشايفة انت عاملة ايه في نفسك هتبقى متضايقة عليك جدا انا مش زعلانة عشان ماما ومش موجودة وانا عروسة انا زعلانة علشان من هنا ورايحة هي مش هتكون موجودة غير في قلبها بس يعني ايه يا حبيبتي يعني الستة اللي حضرتك عايز تجيبها تاخد مكان امي هتمحي كل ذكرى ليها وهتموت اللي فاضل في البيت منها ابدا انتي ما تعرفيش نعمات نعمات حنينة وهتحاول تكون ام تانية ليه انا مش عايزة ام تانية انا مش عايزة البيت ده يشيل غير ذكرى امي وبس حيث زي ما الدنيا حرمتني منها تحرمني انت كمان من حتى راحتها وصفينه وصفين erre وصفين حين يتفعل تحرمني من قلبها وانت يتم من قلبها وزيزة امج هيشحة وكلمات تعرفيشة امجهاد وقتها اعلم وقتها لا يتوقع وصفين وصفين يمجهاد وصفين أمجهاد وصفين اعلم فقط أعطيك فقط أعطيك فقط أعطيك فقط أعطيك ما هذا كل هذا؟ أحبت؟ طبعا أحبت والغنية؟ ما هذا؟ لقد أعطيك لكي أنت تحبه صحيح، لم أعطيك في الصباح من أين؟ أنا لما أعطيك فقط أعطيك رأيت الحاجات التي تروا أحد أحياء سادة بسارة كده ما رأيته أنه ناعدت نقود مع بعض من غير ما نصح تشكله هلأ يطلع لسنة جديدة وليس تقدر أن تنم تقوم بشكل مظبوط عموما نحن هلأ نقود من أكل مع بعض ونرجع من نتلع لفوق ده نسمع أذب الكيت موسيقى 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 ما هي؟ هل تنشحت نايمها؟ شكل الصهرة صباحة أتمنى أن أجل 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 أيضاً لم ترغب نتحدي أنا الكثير من الرجل الأمر موجد مع هكذا موسيقى 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 لا لاني شايف انها مش احسن حد يقوم بالدور ده وشبه متأكد انها هي كمان هتشوف كده فبلاش تحرجيها وتحرجينا معها ايوه بس ما بدي ردك هلا فاكري عمهل بالموضوع ونحكي بعدين بالتفاصيل ما رح نختلف علشان الفكرة مش في التفاصيل لا بحب نادي قوي بس مش عارفة لبالوضع ده هيكون مناسب لنا كلنا يمكن لنا انا اللي عم بارد عليك الموضوع اذا وفقتم ما بيضال في غير صوفية و انا رح احتيها بنفسي يا حي اجت لديك اسأله وكلمتها لا طبعا ما خلتهاش تتكلم في الموضوع تكلمها ده ايه طب وما لقلتلها ايه تصراحة في الاقول قلتلها ديني فرصة فكر عشان ما حبيتش اكسفها بس ما لقيتها عايزة تروح تتكلم مع صوفية في ساعتها قلتلها لا مش هينفع طب انتي مش حاسة انك محتاجة تفكري يا صحيح يعني اما قالتلي ما هي مصدقتش وديني انما برضو لا لا عشان متدايق من الفكرة ولا لا عشان حب الشغل مع صوفية اكتر خليكي صريحة مع نفسك عشان تعملي اللي في مصلحتك لا عشان اما روحت لهم في الاول انا كتت صعبان عليها البنت الصغيرة معمتها عيانة ومعزولة عنها ومفيش حد يقعد بيها وكمان علشان دكتور فريد وقف كامب كتير قوي كانش صح ان انا ارفض له طلب وما كنتش مستنيا مقابل انما انا مش هينفع ان انا اشتغل الشغلان ادي بمزاكي لا طبعا لو كده يبقى انتي عليكي من ده بايه لو عالجميل اديكي ردتي ولو عالشغل طيب ما انتي شغال ومكفية نفسك ومش نقصك حاجة انا هروح اجيب ميا مش عاجبك المكان ولا ايه لا ده حلو قوي مش عاجبني ازاي اندولة في الافلام طب ايه رأيك نخش فيلم سينما بعد الغداء اه بس بس ايه انتي مش بقيت خطبتي راسمي دلوقتي وقاريت فتحتك عند اخواتك مش راسمي قوي يعني لسه بقيت نس ما تعرفش مهانا بقى عزمك على الغداء النهاردة عشان نتكلف الموضوع ده ايه رأيك لما نيجي نلبس الدبل نلبسها في الشمال على طول يعني ايه يعني احنا مش صغيرين يا نعمات عشان نضيع وقت من عمرنا في خطوبة وكلام عيال احنا نتجوز على طول ايه رأيك مش احنا قلنا خطوبة او بل ما تقولي نبيلة وبقية الناس ولا حتدخلني عليهم كده مرة واحدة لا امو انا بفكر ان انا وانتي في بداية حياتنا الافضل اننا نسكن لوحدنا عشان نتعرف على بعض اكتر ونتحوض على بعض براحتنا لوحدنا فين يعني في المطرح اللي تقولي عليه بورسعيد بعرضها بتاعتك بورفقات كمان لو عزتي عشار انتي بس انت عيس تجاوزني في السر يا صديبي؟ طب عن اذنك ودقيقة وهارجعي خبرات الحياة طب عن اذنك طريد صباح الخير صباح النور زيك يا صفية عيل انت زي احوالك؟ الحمد لله انت فترك كل عيدة سابقتنا؟ لا بس سموك ونشرب اهو من ايدي باكيد ايه ده؟ صباح الخير يسعد صباحك؟ اجيب لحضرتك الفطار؟ لا صفية بتجيب لي اهوة اصلا يزر من مصر كمان شوية وعايز عبقى خفيفة عشان الصفر خير في حاجة؟ لا ابدا زيارة شغل صحيح انا كنت عايزة اعتزر لحضرتك على انه يعني اني اعتذرت المدام عايدة عن الشغل عندكم مش عايزة كنت ازعلوا مني انا كنت مبسوطة وانا بساعدكم في ظرف صعب وما كنتش مستنية اي مقابر بس ما تأخذنيش ماينفعش ابدا دي تبقى شغل انتي انا معرفش ان عايزة اتكلمت معاكي في الموضوع ده بس هي من كترة ما اتطمنت على نادية معاكي كان بودها ان ده يحصل انا اسف جدا لا ابدا ما حصلش حاجة انا مشكلة اوي على ثقاتكم فيه ويا رب تلاقوا الوحدة المناسبة قرية انا بكرر رح تزوري وبأكدلك انه ماكنش القصد ابدا انتي مكانتك عندنا اكبر وكده بكتير اعرف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة urto قوزني يا بابا مالوش اللزوم قوزني يا بابا مالوش اللزوم لايفت نوري بنات اليوم قوزني قوزني يا بابا ايه قابلا لسه ملبستيش خشي بس عادي طب يلاي قابلا هانا اتأخرا لا احنا مش رايحين في حتة ليه قبلة خير كفال للشر زي ما قلتلك يا جليلة بيستعر مني ايه قبلة اللي انت بتقولي ده لا طبعا ما كانش راحل اخوادك شايفني اللي هي اللي قوي لما الموضوع قرب اما هو بعد طب اهدي بس وفاهميني بعد ازاي عايزنا نتجوز بيت غير البيت اللي هو عايش فيه عايز يتجوزك في السر لا في العلد بس هنعيش في بيت تين عشان ما يمشي مشاكل مع بنته لغاية ما بنته تتجوز وتخرج برا البيت عشان نقصر الشر طيب ما يمكن ده الاحسن فعلا احسن في ايه ان المستعر يدخلني بيته ويقولي كل الناس ان انا امراضه طب انا اش ضماني ان لما بنته تتجوز وربنا يهديها انا هنقول الرضا وبعدين بنته لما تتجوز مش تفضل رايحة جاية عالبيت ايش ضماني بقى اني حنقصر الشر ساعتها طيب ما يمكن بنته دي كويسة وهو بس اللي خايف يا حسن تزعي كويسة ايه انت مش عارفة حاجة بنته دي ساو ده كل كانوا بيشتغلوا عندها بتطفشوا وهو من وراها يجبوا وميشتغلوا عندنا في اللوكانتا عشان ما بيحبش قطعي الارزاق وعشان طيب وحنين ومش قليل الاصل او انا اللي كنت فاكرة كده لا يا قبله هو كده تمام هو يمكن بس عارف مصلحتك فين وبعدين مستعرم منك ازاي قبله هو داير معاك تور انه عارف الشوارع انا داير يا جليلة لا قبل الراجل ما قالش حاجة غلط يمكن ما قالش حاجة غلط يمكن بس الكبسة وحشة ولا تكبست معلش طيب انتي قلت له ايه بعدها قلت له احنا محتاجين وقت وبعد اني استعجل ليه ولغاية مأمورنا تتحل انه بقى نتمم الجواز وبعدين بيروا فاطة الخطبة دي احلى فترة وانا ملحيتش عيشها قلت امدها بقى الله يحزك يا قبل بس اخر ضفة دي انا اتفحها لما تجيب الحاجة او انا اتضرب طعم منكم دلوقتي انت كلو الشوات اللي بتكتب كلو ما رأى تقول المرة اللي جاية المرة اللي جاية لا يا خواجة ما تحسسنيش ان انا بنصب عليك انا مرسيكم الاول ان داب الشوق الحكومة عشان يطلع بمعاد طب بعدين امتى يعني يطلع خلاص المقابلة الجاية تبال حاجة معايا مش خلاص ايه مارتينا احنا هنصدق ان احنا اصحاب وقتين بناخد مع بعض الشاي ولا ايه وبعد مش المرة اللي فاتت قلتين ان القادة دي مش هتكرر تاني عندي حتش حرك المكان ادولي الرجل دا والناس دي كلها وادولي اصحاب المكان دا كمان هيا والذي تداتち دي اطلع هيا اطلع هيا اطلع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حبي ليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليه انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاه انا مدمناك مع اني عرف انك طريق اخر وصرات لانا ادرى من حبك اخف ولانا ادرى من حبك اخف ولانا ادرى من حبك اخف ولا ادارات الانسحات انا مدمناك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة